مؤخراً أصبح هناك ظاهرة وهي انسحاب المخرجين من معظم الأعمال في بداية العمل وربما السبب يعود لتدخل أبطال العمل إما في سير التصوير أو ربما في النص المكتوب ما هي الحدود المسموح لها لأبطال عمل تقدمه؟ أولاً ده عمره ما حصل لي ولا ماشي معايا خالص أنا لسه ماشي على أن المخرج رب العمل اللي احنا تعلمناه وإحنا صغيرين المخرج رب العمل أما وإن انت اخترت الراجل ده مخرجة والستة دي مخرجة نقود على الترابيزة نقول كل اللي احنا عايزينه لغاية لما نيجي نصور ماش حدي تكلم تاني غير المخرج يعني ممكن المخرج من الأول يمشي وإحنا عادينا على الترابيزة البطل بطل والمؤلف مؤلف والمخرج مخرج والمنتج منتج مين بقى دول؟ في مثلا مؤلف أول مرة يكتب شاطر جداً بس يصغنن له رأيي بس من زي وحيد حامد أو متعة العادلة في مخرج أول مرة يخرج وطلعت ناس كتير جداً من ضمنهم كاملة بالمناسبة من ناس اللي أنا بس هي شاطرة جداً وأنا مربية وأعرف أنها شاطرة بس في الآخر هي مثلا موجودة مع فلان الفلان في منتج أول مرة ينتج يعني كل دول هي مش خناقة هي تكامل بين الأربع ناصر دول أما بس أول ما نقول أكشن يبقى هو المخرج مش حدي ده نتكلم خلص غيره تقول من يبحث عن الشهرة والنجاح لابد أن يأتي إلى القاهرة كأن مصر هي المنبع ومن هنا الانطلاقة لماذا يمتد هذا التأثير الفني حتى هذه اللحظة؟ عشان إحنا ده تاريخ وإحنا عندنا صحاب الرياضة في السينما بقلنا 110 سنة وبقلنا في تلفزيون من سنة 60 وعن 60 فتحين تلفزيون يعني في دول نفسها لسه فتحة جدي قريب ده ما وش معناه أن أنا منحاس بسودة الواقع وفي عندنا عائلات كاملة بتاعت مثلا إضاءة أو عندنا البنية الأساسية والتحتية بتاعت الشغلانة موجودة بس هذا لا يمنع وعندنا 100 مليون بتفرجوا يعني أنا جمال سليمان لما كان شغال في الوطن العربي كل الناس عارفين أنا شخصيا للأسف ممكنش أعرفه لما جاء مع الحداياق الشيطان وعمل كذا حتى أجر زاد وكل أجر زاد إيسيب على كده من أول نجيب الرحانة زمان وصباح ونور الهدى أفتكلك 100 واحد وما كناش نعرف على فكر نفاذي أحمد سوريا مثلا فكرناها مصرية وخلاص فهماني؟ أو نجاح مثلا أولاد تونسية أو كل دول مدمغنا أنهم بتوعنا وخواردة جزائرية هم مصريين بالنسبان لنا ودلوقتي طبعا في الوقت ده خلاص بقى كل الدول ما شاء الله تونس عندها دراما بتاعاتها السعودية عندها دراما بتاعاتها وقطر عندها فبقى فيه تكامل أكتر منه بس أنا ما زلنا لسه 100 مليون ماهد عدد مهم مبارد كبير بنسبة المشاهدة بالظبط كده